علاج ضعف المبايض والحمل السريع إن شاء الله هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناسزمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج مشكل ضعف المبايض وتسريع الحمل إن شاء الله فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج مشكل ضعف المبايض والحمل السريع إن شاء الله لدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى عسل طبيعي عسل النحل 100% ويفضل يستحسن أن تقوم باستخدام عسل النحل عسل السدر هو يعتبر من أنواع العسل الجيدة وذات جودة عالية في علاج معظم مشاكل الحمل وأيضا يمكنك استخدام عسل الدغموس إذا لم يتوفر لديك عسل السدر وإذا لم يتوفر لديك كلا هذين الأنواع من عسل النحل فيمكنك استخدام أي نوع تريدين المهم هو أن يكون عسل طبيعي 100% وستحتاجين كمية من العسل الطبيعي أما باقي المكونات فهي ستحتاجين إلى 5 غرامات من بذور البصل و5 غرامات من بذور الجرجير و5 غرامات من بذور اللفت و5 غرامات من بذور الفجل و5 غرامات من بذور الخوز فكل هذه البذور ستطرن عليها عند العطار فكل ما عليك هو أن تقولي له أختي كريمة أن يعطيك كل هذه البذور فهذه البذور جد مفيدة وفعالة وغنية بعدة فيطامينات ومعادن ستساعدك على علاج مشكل ضعف المبايد وهذه الوصفة فهي مجربة من طرف العديد من السيدات وقد حصلنا على نتائج جيدة إن شاء الله بعد استخدام هذه الوصفة لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر وقد حصلنا على نتائج جيدة بفضل الله ولهذا قلت أشاركها معكم على القناة لكي تعمى الفائدة إن شاء الله أعيد لك أختي الكريمة المكونات فستحتاجين إلى 5 غرامات من بذور البصل وستحتاجين 5 غرامات أيضا من بذور الجرجل و5 غرامات من بذور اللفت و5 غرامات من بذور الفجل و5 غرامات من بذور الخص كل هذه البذور تقومين بتنقيتها وإزالة شوائب منها والأحجاز الصغيرة وكل هذه الأمور وتقومين بمسحها جيدا باستخدام فوطة وبعد ذلك تقومين بخلطها في الخلاط الكهرباء حتى تصبح على شكل مصحوق وبعد ذلك تقومين بأخذ كمية من العسل الطبيعي أو عسل النحل كما قلت يمكن أن يكون عسل السدر أو عسل الدغموس فهذه الأنواع من العسل فهما الأعلى جودة ويعالجان معظم مشاكل الحمل إن شاء الله تقومين بخلط هذه المكونات أو هذه المصاحق لهذه البذور وتقومين بخلطها جيدا بالعسل وتحتفظين بها في برطمان زجاجي محكم الإغلاق وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة لاستخدامها طريقة استخدام هذه الوصفة لعلاج ضعف المضايد فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأكل ملعقة يوميا من هذا الخليط مرتين في اليوم على الرق في الصباح تقومين قبل تناول وجبة الإفطار بتناول ملعقة وقبل تناول وجبة العشاء تقومين بتناول ملعقة أي مرتين في اليوم وتدومين عليها إلى أن تعطيك نتائج جيدة إن شاء الله في علاج ضعف المبايض والحمل السريع إن شاء الله كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج مشكل ضعف المبايض أتمنى أن تعطيك نتائج جيدة إن شاء الله وأن يرزقك الله سبحانه وتعالى بالدرية الصالحة وإذا أعجبك الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة وشكرا جزيلا لك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته علاج ضعف المبايض والحمل السريع إن شاء الله هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناسزمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج مشكل ضعف المبايض وتسريع الحمل إن شاء الله فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فورا نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك نمر الآن بحول الله إلى التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بعلاج مشكل ضعف المبايض والحمل السريع إن شاء الله لدينا المكون الأول في هذه الوصفة ستحتاجين إلى عسل طبيعي عسل النحل 100% ويفضل ويستحسن أن تقوم باستخدام عسل النحل عسل السدر هو يعتبر من أنواع العسل الجيدة وذات جودة عالية في علاج موضم مشاكل الحمل وأيضا يمكنك استخدام عسل الدغموس إذا لم يتوفر لديك عسل السدر وإذا لم يتوفر لديك كلا هذين الأنواع من عسل النحل فيمكنك استخدام أي نوع تريدين المهم هو أن يكون عسل طبيعي 100% وستحتاجين كمية من العسل الطبيعي أما باقي المكونات فهي ستحتاجين إلى 5 غرامات من بذور البصل و5 غرامات من بذور الجرجير و5 غرامات من بذور اللفت و5 غرامات من بذور الفجل و5 غرامات من بذور الخوز فكل هذه البذور ستطرنا عليها عند العطار فكل ما عليك هو أن تقولي له أختي كريمة أن يعطيك كل هذه البذور فهذه البذور جد مفيدة وفعالة وغنية بعدة فيطامينات ومعادن ستساعدك على علاج مشكل ضعف المبايد وهذه الوصفة فهي مجربة من طرف العديد من السيدات وقد حصلنا على نتائج جيدة إن شاء الله بعد استخدام هذه الوصفة لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر وقد حصلنا على نتائج جيدة بفضل الله ولهذا قلت أشاركها معكم على القناة لكي تعمى الفائدة إن شاء الله أعيد لك أختي الكريمة المكونات فستحتاجين إلى 5 غرامات من بذور البصل وستحتاجين 5 غرامات أيضا من بذور الجرجل و5 غرامات من بذور اللفت و5 غرامات من بذور الفجل و5 غرامات من بذور الخص كل هذه البذور تقومين بتنقيتها وإزالة شوائب منها والأحجاز الصغيرة وكل هذه الأمور وتقومين بمسحها جيدا باستخدام فوطة وبعد ذلك تقومين بخلطها في الخلاط الكهرباء حتى تصبح على شكل مسحوق وبعد ذلك تقومين بأخذ كمية من العسل الطبيعي أو عسل النحل كما قلت يمكن أن يكون عسل السدر أو عسل الدغموس فهذه الأنواع من العسل فهما الأعلى جودة ويعالجان معظم مشاكل الحمل إن شاء الله تقومين بخلط هذه المكونات أو هذه المصاحق لهذه البذور وتقومين بخلطها جيدا بالعسل وتحتفظين بها في برطمان زجاجي محكم الإغلاق وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة لاستخدامها طريقة استخدام هذه الوصفة لعلاج ضعف المضايض فهي جد سهلة وبسيطة تقومين بأكل ملعقة يوميا من هذا الخليط مرتين في اليوم على الرق في الصباح تقومين قبل تناول وجبة الإفطار بتناول ملعقة وقبل تناول وجبة العشاء تقومين بتناول ملعقة أي مرتين في اليوم وتدومين عليها إلى أن تعطيك نتائج جيدة إن شاء الله في علاج ضعف المضايض والحمل السريع إن شاء الله كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج مشكل ضعف المضايض أتمنى أن تعطيك نتائج جيدة إن شاء الله وأن ينزقك الله سبحانه وتعالى بالدرية الصالحة وإذا أعجبك يا الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة وشكرا جزيلا لك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر